هي هيكل صناعية مهجورة تمتد على مسافة كيلومترات من الواجهة البحرية للعاصمة جدران منهارة وأبواب حديدية أكلها الصدأ مصانع مغلقة وهيكلها لا تزال شاهدة على سنوات السبعينيات والثمانينيات العصر الذهبي لكل شيء اليوم هي مجرد أطلال وسط تساؤلات عن أسباب عدم استرجاع هذه العقارات المهجورة واستغلالها لإنجاز مشاريع تنموية هناك مصانع شيدت في حقبة السبعينيات والثمانيات في بلدية حوسين داي معظمها واجه الإفلاس أو الغلق تهدف بلدية حوسين داي إلى تطوير هذه المنشآت بالتعاون مع كل اللي بارتيان تيريسي من ويصاية أو بلدية أو حتى مديرية أملاك الدولة أو حتى مديرية الصناعة من أجل إيجاد حل لهذه المنشآت المهجورة موضوع العقار الصناعي بالعاصمة وحتى غيرها من الولايات والإهمال الذي طال العشرات من الهياكل وبالتحديد تلك المصانع التي تم إنشاؤها في سنوات السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي أضحى موضوعاً محيراً بين تهديم ما تبقى هنا أو إعادة الهيكلة والتجديدة رح تكون بلدية حسين داي إن فعلت هذا البرنامج باستغلال كل هذا الوعاء العقاري المهم جداً بالنظر إلى وضعية بلدية حسين داي اللي هي وضع استراتيجي مهم إحنا مرناشاً هنا نقلوب لهذه الأوعية العقارية ولا لازم تستغل فقط من طرف بلدية حسين داي إحنا نفتح باب الاستثمار للجامع الكل يشارك من أجل البناء هذا الموقع الاستراتيجي اللي تحتلوه بلدية حسين داي رغم أن ولاية الجزائر شهدت خلال العقود الماضية نقلة نوعية فيما يخص التطور الحاصل في مجال العقاري الصناعي إلا أن عدم استغلال وإعادة بعض المصانع المتوقفة خاصة تلك المتواجدة بجانب الطريق السريع في حسين داي رهنت آفاق التطور الاقتصادي وحتى السياحي بعاصمة البلد المصانع والهيكل الموجودة والمهجورة في نفس الوقت في العاصمة وخارج العاصمة هي ثروة مهملة وتشويها المنظر السياحي والجمالي للمدينة والعمران فيجب أن يكون هذا الملف أو في صوب عمل لجنة الوزارية تابعة لوزارة الصناعية والتي ترفع في العراقير على المشاريع الصناعية بحيث يتم إحصاء مختلف هذه المصانع والهيكل المهجورة وتحديد السبب لماذا هي المهجورة هل أسباب قضائية أسباب اقتصادية مع محاولة إعادة بعثها أو استرجاع هذا العقار الصناعي لاستغلاله من ناحية اقتصادية وتحسين صورة المتينة والعمران السلطات العليا أعطت أولوية خاصة للاستثمار وإعادة بعض المشاريع المتوقفة ومن بين الأولويات ملف العقار الصناعي الموضوع الذي تثيرونه وهو العقار الغير مستغل وجب التمييز بين نوعين من العقارات هناك من العقارات المتعلقة بالأصول العقارية المتبقية للمؤسسات العمومية المحلة وكذلك الأصول الفائضة للمؤسسات العمومية الاقتصادية مضافا إليها العقارات التي منحت سابقا في إطار حق الامتياز غير قابل للتنازل بهذا الصدد وجب التأكيد على مسعى السلطات العليا في البلاد والتي تهدف إلى وجوب إعادة بعض نشاط المؤسسات الاقتصادية هذا وشرعت ولاية الجزائر في إعادة هيكلة أربعة مصانح كبرى على غرار مصنع الورق وسيليلوز بمنطقة بابعلي وآخر للإسمنت الذي قد يحول لمشروع سياحي علاوة على مصنع الخميرة بواد السمار ومصنع المحروس الخاص بزيت المائدة مصنع الورق وسيليلوز ببابعلي التابع لمجمع التخصصات الكيميائية أسياس أين تجري أشغال التهيئة به وإعادة تجهيزه لتوجيهه إلى نشاط منتج يراعي المعايير الصحية والبيئية التي سبق وأن أشرت إليها وهذا في إطار مدمج مع تنظيم السري المفعول أضف إلى ذلك هناك مصنع الإسمنت رئيس حميد وراكم تعرفوه الذي توقف عن النشاط والذي يشهد كذلك نفس عمليات نفس عمليات ربما التهيئة وإعادة التجهيز ليس بالضرورة لإعادة تكلفه بنفس النشاط صناعة الإسمنت لأنه كما قلت لك جاي في محيط عمراني وبيئي يقتضي معه إعادة بعثه لكن ربما بنشاط آخر مصانع لطالما حركت عجلة التنمية لسنوات في انتظار إعادة بعثها أو استغلال ما يمكن استغلاله منها لتدعيم مسيرة التنمية والصناعة ومختلف المشاريع ترجمة نانسي قنقر